اشتركوا في القناة وانا كنت لاني جيت اليوم فقط لكي استمع للخطبة ولكن لذلك كان علي ان افكر الان وقال كلمة في الخطبة تكلم كيف تشوه الميديا سورة الاسلاميين او سورة الاسلام وتطبيق شريعة الاسلامية وهتى البلد يعني يتكلمون الامن 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 وكذا ونحن فاشل وانت فاشل وهذا فاشل مثل هذا الكلام وانا اقول لكم شيئا انا الماني انا هنا في مصر منذ سنة ونصف تقريبا لو جمعتم انتم الان نكودا مثلا مليون يورو هذا ثمانية ملايين جنيه وتكون نشوف خذ هذا النكود واذا بالالمانيا نشتري لك بيتا هناك ونعطيك سيارة انا لا اتردد دقيقة او نصف دقيقة في ان ارفض هذا الارض وان ابقى هنا في مصر نعم انا اريد ان اقول هذا من البداية كثيرا ما نحن نسمع وفي فعلا انا هنا وانا احاول دائما ان استمع الى هنا وهناك وانا استمع من الناس ما رايهم وما رايهم وانا الاحوال ومثل هذا انا مثلا اسمع دائما الامن الامن هي المشكلة نعم انا اقول لك يعني بالنسبة لي انا اتكلم فقط عن وجه نظري لا احد حاول ان يسرك مني شيء او ان يعتدي علي ما حدث لي هذا ولكن الجرائم توجد في كل مكان والان يأتي من يقول شوف محمد مرسي هو المخطي لان هناك حدث في جريمة في مدينة الكذا وكذا هذا حمق يعني سبحان الله انا كنت الان لما جدت من المانيا بمصر التيران بخطوط مصرية التائرة تأخرت ثلاثة ساعة وقفت امرأة في الصف وهي تقول اه انذو هذا ما هدث في اهد الشفيق اذا محمد مرسي الان المخطي لان التائرة تأخرت هذا كلام يعني انا لا اعرف من اين بعض الناس بعض الناس او قلتهم ياتون بهذا الكلام ويشوشون يشوشون الناس يشوشون الافقار سبحان الله تابعا هذا هذا خطأ ولماذا تأخرت التائرة الله اعلم يعني تعترض الاجر لبالك هذا اقول لكم الكسة في هذا اليوم نحن كنا في طريق الى مطار فرانكفورت وفي اثناء طريق يعني انتظرنا في مكان وشربنا شيء وذهبنا الى الحمام فجعد الشرطة واوقفتنا واخذوا مننا الجوازات وهم اعرفوني ثم في نفس الوقت جعد الميديا التلفاز واسجلوني وهم يعرفونني يعني ماذا تفعلون وكذا كذا وانا كنت اتأخر عن التائران هنا الى مصر وكنا نقف هناك وانا تقول الله يا الله لا نريد ان اتأخر عن التائرتي ثم قدوا حولي شرطيون هم فعلا كانوا يعملون بالبط جدا لانا قلت من فضلكم ان اريد ان اصل الى المطار طائرتي في ساعة كذا وكذا وهم عملوا بالبط وهم ارادوا اني اتأخر ثم بجوارنا اخوة من بلجيكا ما شكلهم بالليحيا وكذا هم عادنا اوقفوهم ثم هؤلاء اخوة الشرطة ارادت منهم اظنوا 400 يورو وإلا لا يستطيعون ان يمشوا اذا واحد من اخواننا ذهب اليهم اتاهم هدية 400 يورو الاخوة فرحوا وسبحان الله الشرطيون نظروا الى هذا انظر الاسلام هؤلاء لا يعرفون بعضهم بعضا هؤلاء من بلجيكا وهؤلاء الاخرون الملتحون من المانيا وهذا يعتبي اظنوا 400 و200 ولكن على كل حال اتاهم النقود والاخوة فرحوا وهؤلاء عباسوا هناك ينظرون شوفا الان ولكن على كل حال ماذا اريد ان اقول كثيرا ما الناس ينظرون الى الغرب ويرون فقط جزء بسيط من الغرب ولا يرون الباقي مرة انا كنت في الجنينة مول عند الاتصالات قال العامل قال انت من روسيا انا قلت له انا من المانيا قال اه احسن ناس قلت له انا لا ارى ذلك انا اخالفك في هذا اذا هو يريد الان ان يعلل هذا الكلام يقول نعم انذ المانيا تكنولوجيا كذا وتكنولوجيا كذا وفعل ما يسي انا قلت له يا اخي انت الان ذكرت شيئا من الاجابيات انت رأل ارفت انت في المانيا كل 48 دقيقة انتهار هل سميتا هذا لا هل ارفت ان في المانيا ثماني ومية الف ليس الف ثماني ومية الف يعني تقريبا مليون من العجائز من الكبار بسن يدخلون دار المسنين يعني الولد يقول انذ ابي انت كنت يعني تنفق علي يعني ثلاثين سنة اربعين خمسين سنة ولكن الان ليس اندي وقت انا ادخلك في هذا الدار المسنين وازورك كل كل نصف السنة عاتي مرة اليك واتصل بيك مرة واحدة في الاسبوع هل ارفت هذا هل ارفت ان في المانيا مثلا اذا دخل المسلم المستشفى كل يوم المستشفى مملو كل اخوان يتون وزيارة وما مثل ممكن المرأة العجوزة الالمانية النصرانية هي هناك وكل اسبوع هي تجلس ولا احد يزورها هل ارفت هذا لا لانكم لاننا لان هناك من يريد اننا نرى فقط السلبيات الشارع نظيف اوه الشارع نظيف والملابس الداخرية وصخة هذه المشكلة دخل ادي النجاسة انت ترى فقط الشارع النظيف ولكن لا ترى المشاكل اخرى لا ترى المشاكل اخرى انهم الان ينقردون وكل هذا الحرب هي حركة الشات المثبوحة نعم هكذا شوف لذلك انا اقول لكم الحمد لله اذا نظرنا الى هذا البلد لا ترى فقط سلبيات في كل مكان في العالم يوجد سلبيات ويوجد ايجابيات في كل مكان في المانيا في مصر في امريكا ولكن البلد عموما جيد اذا نقوله الان نحن نريد عن أن نزيد نريد من جيد جدا نريد ممتاز مرتفع صح وكيف نصل لهذه النتيجة انا اقول لكم بكل صراحة النبي عليه الصلاة قال اذا تبععتم بالعنى واخذتم اثنى بالبقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعه لا ينزعه حتى ترجع الى دينكم وما هو من اعذم الرجوع لديننا تتبيق شرية الاسلامية يا والله البلدان الاسلامية لا تخرج من الذل من جل الاستعمار من الاحتلال الا بتتبيق شرية الاسلامية هذا هي حقيقة يا سبحان الله انا لا اعرف احيانا كيف يأتي شخص انا اضرب لكم مثالا اخر هذا يجيب على هذا انا مرة انا كنت في حديقة الازار في حديقة الازار وقلنا نسجل شيئا تكلمته خلفي قلعة صلاح الدين وقلت انذو كن انت صلاح الدين كن انت محمد الفاتح لا تقول الاخرين بل انت محمد الفاتح هذا العصر انت صلاح الدين الايوبي ثم انا ارى شاباني مع شابتين متبارجتين يجلسون كلهم يجلسون بجواري ثم بعد يعني انا اتكلم ياتياني شاباني الينا ويتكلماني معي يقولون اه يقولون اه نحن رأيناك في يوتيوب رأينا الناس يسلمون ايذن يحبون الاسلام ثم تكلموا معي عن الاحوال انا ذاك هذا كان قبل الانتخابات الرئاسية وتكلموا عن حازم صلاح يعني ما رأيك فيه وكذا وكذا ومثل هذا قبل ما ترد من الانتخابات جيد انا كنت اشوف انا لا استطيع اميز من هو الافضل منهم لاني لا اعرف الامو جيدا ولكن ماذا سمعتوا منه جيد طيب ثم الوهد يقول منهم يعني ولكن انتخابات ليس من الاسلام ومثل هذا يعني تعجبت كيف شخصه ليس عليه يعني اثر الاسلام يتكلموا عن هذه الاشياء الجزئيات الدقيقة وقلت له انذو هناك خلاف بين العلماء في هذا الامر ولكن مثلا الشيخ محمد اسمان المقدم فقفت في هذه الاحوال هنا في مصر انه لابت من الدغوبة مثل هذا لاني ما اردت ان ادخل في الموضوع ثم انا قلت لهم وانتم لمن اتيتم اصواتكم ازب النور او الحرية الحرية والعدالة ثم هو يقول لي الاشتراكيون انا قل الاشتراكيون يعني ما انا ما توقعت شخص يعطي الصوت للاشتراكيين يحب الدعية الاسلامية في الغرب انا قلتم لماذا يقولون نعم لان الاشتراكيون هم يريدون ان يحققوا العدل ويريدوا ان يحققوا المساوى ويريدوا انا قلت له هل النظام الاسلامي لا يريد ان يحقق العدل قال قالوا بلى ولكننا لصنا واثقين فيهم انا قلت هل انت تثق في من يصلي الفجر في الساعة الرابعة يستيكث من النوم لكي يذهب للمسجد او يستيكث فيما او انت تثق في من لا يستيكث ابدا في من تثق الى في يوم العيد يعني قالوا نعم صح ثم قلت انذ في تاريخ البشر اذا تولى شخص اشتراكي على بلد اتيني الامثلة انه ما استغل هذه الفرصة مع انه يفكر فقط في الدنيا متى اتيني المثال ثم قلت ولابد من الواجب علينا ان الله يقول فلا وربك سورة النساء عية خمسة وستون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحقموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قديت ويسلم التسليم والله يقول في سورة المائدة 44 عية 44 ومن لم يحكم مما انزر الله فلا يكم الكافرون والله يقول في سورة يوسف عية 40 اني الحكم الا لله والله يقول في سورة الشورى عية 21 ام لهم شركات شرعوا له من الدين ما لم يعذن به لا اذا لابد اننا نؤيد من يريد ان يؤيد شرية الاسلامية لابد هذا من القرآن فلا وربك لا يؤمنون تعرف ماذا هم قالوا صدقت صح لماذا انا ذكرت لماذا انا ذكرت هذا المثال انا ذكرت هذا المثال ان علينا فعلا ان نقنع الناس يعني كثير من الناس لا يعرفون الناس يأتون بالتشويش والتشويش والتشويش وافضلوا افضلوا حرب ضد التشويش انهم يتكلمون معك فلا هذا يعرف الاسلامي الاسلامي يريد مثل هذا من التلفز ولكن اذا تعرف عليك تغير ممكن تغير نعم هناك الناس هناك عيد الناس لا يريدون الحق يريدون فقد الباطن نحن رأينا هذا في المانيا كثيرا وانا اريد ان ارجع الى هذا الموضوع مرة اخرى يا ايو احبات الكرام الغرب ينقرت الآن الآن في المانيا المدارس الابتدائية ثلث عدد الطلاب وتلميث مسلمون ثلث لماذا؟ لان هذه ايدولوجية الفاشلة ان تتعيش فقط مرة واحدة والايدولوجية التي تنظر فقط الى الحياة الدنيا هي فاشلة هي تخالف الفطرة وهي فاشلة والناس الذين يدعون الذين يدعون الى الاقتداء بالحرب اقتداء ثام هم يدعون الى تتمير البلدان يا اخي اذا كنت في المسابقة انت تجري مثلا عشر كيلو متر هناك الآن شخص بعد خمسة كيلو هو امامك كيلو ثم تدعف هل تقتدي به انت لا تقتدي به هذا الان نفس الشيء الناس يقتدون بحضارة قادة العالم لفترة يسيرة وهم الان ينقردون وينهزمون ولا يعرفون كيف يعالجون الازمة الاقتصادية العالمية وانت تقول الان لابد اننا نقتدي بهم من يقول هذا فهو احمق فعلا من يقول هذا فهذا الذي يقتدي بالمريض انت تقتدي بالمريض الان هذه الاديولوجية هذا النظام فاشل هذا النظام فاشل ومن لم يرى هذا هو يريد فقط ان يملي الجيوبه هذه المشكلة نعم لذلك علينا نرجع الى الاسلام وما نصر الا من عند الله كيف ينصرنا الله ونحن نعصي له هذا امر امر فعلا مستحيل ثم انا اقول لكم في كل سنة الان ناس كثيرون يدخلون في المانيا الاسلام وليس في المانيا فحسب بل في كل بلد من بلدان اوروبا نعم لماذا كثيرا ما فعلا انا مرة انا كنت في الازهر وواهد من البلدان الاسلامية ليس مصريا سألني من اين انت قلت من المانيا 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 معقول يعني كأنه تتعجب انا واهد من المانيا يأتي بالليحية وقميس انا قلت يا تبعا ما رأى وانا ارى في ذلك الدعف كيف انت تذن اننا لا نستطيع نقنعهم واننا لا نستطيع ننتصر واننا لا نستطيع ننشر الدين انا اقول لكم الان الناس الذين يسلمون في غرب الوف في كل سنة وهذا ليس بإحسائيات بل بإحسائياتهم بإحسائياتهم هم يؤكدون هذا في إحسائياتهم وثم اضافة إلى ذلك في عيدا في بودان الافريقية كثير من الناس يسلمون ولكن في نفس الوقت مع جهت بسيط جهت بسيط النصارى عندهم جهت كبيرة انا ادرب لكم مثالا الكتاب المقدس اتعرفون الى كم لغة ترجمت هذا الكتاب الفين لغة هتا الى لغة تتقلم في ساحل العج من قبيلة لا يزيد عن مية شخص مية وخمسين أسف مية وخمسين شخص هم ترجموا الكتاب الى هذه اللغة الكرآن ترجم الى تقريبا مية لغة فقط هذا يعني عندهم جهد انهم جهد كبيرة اين جهدنا هؤلاء يأتون الى بلدان في المانيا فقط تسعة الاف من المنسرين يتعلمون العربية ويتعلمون كيف يشوشون على المسلمين ثم يثبون الى بلدان الاسلامية العربية 20 ألف من المنسرين في اندونيسيا أنا أسألك أنا لا أعرف أحدا لا أعرف أحدا من العرب أو الباكستانيين أو الأتراك يعني من المدان الإسلامية الأصلية الذي جاء الى أوروبا تألم لغة مثلا الإنجليزية ممكن الإنجليزية هذا ممكن يوجد ولكن الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية فقط لغرة أن يدعوناك إلى الله إذن أين جهدنا أين الجهد أنا أقول هذا لكي نتحسن لكي نجتهد فهمت لكي نقول ممكن واحد منكم ينوي الآن يقول طيب أنا إن شاء الله أريد أن أكون هذا الشخص أو أنا أريد أن أصاعد من يريد أن يتعلم الإسلام هنا من من أبنائهم ثم يرجع لهذا البلد والحمد لله أنا أقول لكم شيئا بشرة أخرى أنا كنت الحمد لله الآن كنت في في مكة قبل شهرين ثلاثة عشر تقريبا وسبحان الله التقيت هناك بكثير من الطلاب من جامعة الإسلامية بالمدينة المناورة ومن رياض من ألمانيا قبل أنا كنت أنا كنت أدرس هناك وذهبت للحج للمرة الأولى في سنة 2004 لما كنت هناك في سنة 2004 أدد الطلاب من ألمانيا في جامعة إسلامية تقريبا ستة الآن ثمانية سنوات بعدها ستون ويزيدون 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 في كل مكان هنا في مصر في كل مكان الحمد لله الناس يتون ويدرسون الإسلام وممكن هذه فرصة ليس كل شخص له القوة أن يذهب إلى الغرب ليس لكل شخص له قوة بل لكل مسلم له مجال وهد مثلا أنا مثلا سميت بعض الناس يقولون يعني الدعوة حقيقية هي الدعوة في المسجد أنا أقول من أين جئت بهذا الكلام بل كل إنسان يعمل في مجاله هناك واحد يستطيع أن يوزد دعايات هناك من يستطيع أن يكتب كتابات هناك من يستطيع أن يلقي دروسا في المساجد بل لكل شخص مجاله لكل شخص مجاله ابحث عن مجالك أين وعد الله اليوم يا الله أريني طريقا أستطيع به أن أساعد هذا الدين أطل الله وإن شاء الله ستجد شيئا نعم ستجد شيئا كيف تستطيع فعلا أن أن تساعد أن تنصر هذا الدين إن شاء الله وشيء آخر تكلمنا وكثير من الإخوة سألوني عن هذه المحاضرات في وسط المدينة خصوصا في فرانكفورت وأسلم وكثيرون كثير من الناس سألوني وكيف وماذا أنا أقول لكم شيئا نحن كنا دائما في 2006 2007 كنا دائما نقول لكم دروس في ألمانيا في المساجد ذهبنا من مسجد إلى مسجد إلى مسجد الحمد لله كثير من أبناء المسلمين الرجع إلى الدين الحمد لله ثم في 2008 لا أحد من هذه الولاية حول فرانكفورت هذه مثل المحافظة مثل مثلا كفر الشيخ مثل هذا لا أحد من هذه المساجد في وليا فرانكفورت في وليا هسد يدعوني إلى المسجد 2009 أيضا لا أحد يدعوني إلى المسجد فتعجبنا ثم في نهاية 2009 دع مسجد شخصين صديقين لي إلى مسجد في 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 سبارن فكتبت يعني كتب مسؤول مسؤول المدينة لهذا المسجد انظروا أنتم وقعتم في سنة في نهاية السنة 2007 أحدا أنكم لا تدعون إلى مسجدكم إلا من نحن نتفق فيه إذن أرفت لماذا أنا في 2008 أو 2009 هم لم يدعوني إذن كلنا جيد نحتاج إلى نحتاج إلى وسيلة أخرى كلنا جيد في ألمانيا توجد يوجد دستور أو يوجد قانون أنت تستطيع أن تبلغ الشرطة ثم تأتي بمكبر الأصوات وتتكلم هذا على الاسم مظاهرة ولكن نحن حولنا هذه المظاهرة إلى المحاضرة نحن نأتي مثلا بمكبر الصوت ونتكلم كلما فعلنا هذا قبل ذلك نشرت أخبار هذه المهاضرة ملغة لا تذهبوا إليها كلما يعني اسم اس ويكتب المهاضرة لا توجد المهاضرة اليوم خلاص ولا يأتي لذلك في فرانكفورت لما حدث هذا اليوم لما جاء إلى فليبس نحن وزعنا قبل ذلك دعايات وكتبنا في هذه دعاية ستسمعون في هذا اليوم أن المهاضرة ملغة لا تستجيب ولا تستمع إلى هذا الكلام نحن نأتي إن شاء الله على كل حال ماذا هدث نشروا الخبر المهاضرة ملغة في راديو وفي تلفاز وفي جريدة وفعلا هم فعلوا ذلك لأنهم قالوا أنذو أنتم استقبلتم بلاي الفليبس دكتور بلاي الفليبس داية كنادي وما أخبرتمون قبل ذلك ولكن في نفس اليوم في المحكمة هم أعطونا الحق لكي نلقي الدرس ثم في ليلة المحاضرة في ليلة المحاضرة أنا كنت أعطو الله أنه يوفقني وأنتم تعرفون أحيانا أنت تصلي ولا تفكر في سورة التي تقرأه بها صح؟ مثلا تقرأ سبحان الله أنا أبدأ وأن أقرأ ونحن الآن في قلق نريد أن نتقل الله إنه يوفقنا إننا نستطيع أن نلقي المحاضرة وأنا أقرأ الفاتيحة آمين ثم بأي سورة بدأت سورة محمد بدون أن أفكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أدل أعماله بو لما قرأت هذا أنا شعرت يعني كأن الله ألقى هذا الآن على اللساني لكي يخبرنا سندل أعماله وفي يوم التالي ذهبنا إلى هناك ممكن أنتم رأيتوا وراية إسرائيلية حول هذه المتظاهرون ضدنا جاء هناك براية إسرائيلية يعني في هذا اليوم ثلاثة أسناف تظاهروا ضدنا يساريون و نازيون يعني العقس أظن هذا لا يوجد في تاريخ تاريخ العالم أن اليساريون ونازيون تظاهروا في نفس الوقت ضدنا نفس الشيء هذا مستحيل ولكن كلهم يجتمعون ضد آل الحق الحمد لله والمرتدون هناك بعض الناس من إيران جاءوا إلى ألمانيا ويقولون انذر الإسلام قبل الإسلام ولكن الحمد لله في نهاية هذا اليوم أسلم 17 شخصا في يوم واحد الحمد لله بالله التوفيق الحمد لله ولذلك أنا أقول لكم مرة أخرى إن شاء الله يا إخوة علينا أولا أن نبحث كيف نستطيع أن ننصر هذا الدين ثانيا كيف نستطيع أن نقنع الآخرين الذين لا يفهمون كثيرا من الأحوال لأن كثير من الناس يريدون الخير ولكن لا يفهمون فهما راسخا أن لا خير إلا وفي الإسلام إلا وفي الإسلام إلا وفي شرية الإسلامية أو إلا وفيما يوافق الإسلام هذا أفتح ممكن وحد يقول كيف هل هناك مكتوب هل هناك مكتوب في القرآن كيف تعالج سرطان نعم مكتوب فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون لذلك إخوة جزاكم الله خيرا وأؤدوا الله لي أن يوافقني ولا تشمعوا نقودا أنا أريد أن أبقى هنا إن شاء الله سبحانك الله بحبتك أشهر لا إله إله تستغفر وغتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر